سوف نتعرف في هذا الجزء على كافية اشتراض صفحات العمل Spreadsheets الخاصة ببرنامج Excel إلى قاعدة البيانات ونذكر هنا أن هناك ارتباط وثيق بين برنامج Excel وبرنامج Access والاستراض الملفات إلى البرنامج نفتح القائمة المنشدلة File ومنها القائمة الثرية Get External Data ونختار Alarm Impost ومن المربع الحواري Impost المنشدلة File ومنها القائمة الثرية External ونختار Alarm Impost ومن المربع الحواري Impost نختار المجلد الذي نستوي على الملف الذي نريده من ومن قائمة Look In ومن قائمة File Type نختار موعد الملف الذي نريد اشتراض إلى البرنامج فتظهر قائمة بالملفات أشتري برنامج Excel والموجودة لأصل هذا المجلد المختار فتظهر الملف الذي نريده ونضغط Enter فتظهر معالج اشتراض بيانات Fort Speed Feat Wizard ويقوم هذا المعالج بتخطي بيانات من برنامج Excel إلى جامج Access تظهر به نفس الملف الذي نريدنا باختياره فتظهر صفحة أشتراض التي نريد اشتراض بيانات من هذا الجدول فتظهر معالج اشتراض التي نريده معها في الجزء السفلي مربع الحواري والآن نضغط مفتاح Next والانتقال إلى صفحة التالية نرى الاختيار ويستخدم هذا الاختيار لإخبار البرنامج لإستخدام رأس هذا الجدول كأسماء لإخبار الجدول التي سيتم إنشاء فنشغل هذا الاختيار ثم نضغط المفتاح Next بالإشتراض البيانات داخل الجدول نضغط اختيار الاختيار بدون تغيب ونضغط على المفتاح Next للإتقال إلى الخطوة التالية ومن هذه الخطوة يمكننا تغيب نسماء الحقوق ونوع البيانات المستخدمة من هذه الحقوق كما يمكننا تحديد الحقوق التي سيتم إفرادها من هذا الجدول والآن نضغط على المفتاح ونسل تغيب الاختيار ونسل تغيب الاختيار وهو لتغيب البرنامج ونضغط على المفتاح الاختيار للجدول لشكل تلقائي ثم نضغط على Next ونضخط اسم الجدول في نوع import table وليكن نضغط على المفتاح ثاني ثم نضغط على المفتاح ثاني الرسالة تختار لأنه تم إطلاق بيانات صفية العمل الخاص بجرنامج بصورة صحيحة فنضغط على المفتاح أوكي لإطلاق هذه الرسالة في نظر الجدول لما إنساؤه لقائمة الجدول الخاصة بفتاح البيانات السفية وضع المزدوج على هذه الجدول يتم فتحه استخدام طريقة لتشجيل